صباح الفل ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واخيرا لحقت عروض ايكيا او ايكيا اللي عايز بقى اللي عايز ايكيا او ايكيا هو حر المهم يعني رحت القاهرة يوم ولحقت الحمد لله العروض كنت عايزة على الاول لو ما لحقتش العروض وصورتلكم وفي حاجات جديدة انا اتفاجئت بيها حاجات حلوة جدا اه في حاجات اسعارها عالية وحاجات اسعارها كويسة بس اتفاجئت بحاجات جديدة اه بجد عجبتني جدا تمام? اول حاجة معنا دخلت على القسم اللي هو الزرع والبو ده بو جديد كده بتسعة وستين جنيه لونه حل وحسوالكو كم كده زرعية يعني ده مية تسعة وعشرين دي في حاجات عليها عروض وحاجات مش عليها عروض طبعا العروض سبعين في المية مش على كله تمام? ده بتسعة وتلاتين البودة بس ده بلاستيك ده مش بورسلين ده بلاستيك شكله لذيذ برضو وحالو بتسعة وتلاتين جنيه من الاشكال الجديدة عنده البودة عجبني جدا ده معدن بقى ونازل من تسعة واربعين لتسعة وعشرين جنيه بس الدقة كت مش باينة هنا ده معدن مش بلاستيك وطبعا دي بمية تسعة وسبعين الزرعة دي وكزا بقى البوهات اللي انا صورتها لكو قبل كده والزرع ميتين تسعة وتسعين طبعا في حاجات مبالغ فيها ده مية تسعة وعشرين ده بلاستيك بس بلاستيك تخين تسعة واربعين ده بورسلين ده مش بلاستيك وفي منه طبعا زي ما انتم عارفين الاحجام الصغير والكبير والوسط عجبني اوي الصغنوني ده بس بيتحط فيه الزرع الصغنون بس لقيته مية تسعة واربعين جنيه فمعجبنيش حسيته اللي مبالغ فيه اوي بس هو بصراحة شكله حالو بيتحط فيه الزرع الصغنون قلت لأكيد هينزل عليه عروض في يوم الايام ده مية تسعة واربعين انا كده باخد لكم حاجات يعني تفاريحي كده في الاول الزرع وكده با كانت ندخل بقى على الحاجات التقيلة ده بتسعة وتلاتين البول صغير ده ده بورسلين طبعا انا آآ كنت اقال لكم بصوا بقى اللي هو المعدن الاورنج ده بيتحط فيه الزرع بيبقى شكله آآ لطيف قوي شايفين شكله حلو وجديد يعني وسعره آآ تسعة وعشرين جنيه ده فنوص للشمعة بمية تسعة وسبعين ممكن بقى للشمعة غير الشمعة بس هوم مية تسعة وسبعين جنيه والابيض ده اهوم مية تسعة واربعين كل حاجة عامل لكم عليها الاسعار يعني مسورة الاسعار برضو انا كنت هصور بصوتي هناك طبعا بس فيه اغاني فما عرفتش دي بتحطي عليها الشمعة الكبير هي عاملة زي الطفاية بس هي مش طفاية هي برضو تتحط عليها الشمعة الكبير ده كان عليه عرض بتقريبا بتسعة واربعين اه عشان انا جبت منه بتسعة واربعين جنيه ودي بتسعة وتمانين اللي هي البيضاوية الصينية ولا لأ الفانوس الفانوس وده برضو شموع تانية في كزا يعني الشموع كتير جدا جدا يعني صورتلكم كم حاجة كده دي بتسعة وعشرين جنيه آآ عليها عرض دي عجبتني قوي برضو تاريلا بتسعة وسبعين تسعة وتمانين بس حلوة قوي برضو وراحتها كويسة مش جاملة بس كويسة يعني ونفس الازاز بتاعها المربع ده حلو ندخل بقى شوية على الحاجات اللي هي آآ جوة طبعا الحاجات دي آآ تحفة بس أسعارها عالية جدا يعني ده بروع مية جنيه الاولاني الخشب ده كان بمية جنيه بتحط فيهم بقى الورود بتحط فيهم أي حاجة زي ما انت عايزة نزل أطباق جديدة وحاجات جديدة يعني في حاجات كتير جدا جديدة دي حاجات كده للديكور يعني مش مش للمطبخ ده حاجبني جدا جدا بس كان بمتان وخمسين جنيه ده بتحط فيه الاسباتيولا والآآ وده واطقم الغرفة بتاعتك وده حلوة قوي برضو في منه الصغير وفي منه الكبير ده بخمسمائة جنيه كبير والصغير تقريبا بربعمية بس للديكور برضو شكلهم طحفة آه لأ خمسمية خمسمية الكبير تقريبا الصغير بربعمية ده لذيذ برضو للشمع بتسعة وتلاتين جنيه ونخيص كده وبنحليد يعني حاجات الديكورة عنده طحفة بصراحة الصبرة دي طحفة قوي برضو دي بمية تسعة وسبعين بتحط فيها الورد بصوا بقى ده اللي هي الاحجارة اللي بتتحط في برضو في في البوق كده ازاز دي بتسعة وتلاتين جنيه طحفة شكلها من قريب الحاجات دي بتبقى طحفة بتحطيها كده في اي فاظ عندك ازاز بتبقى حلوة قوي ده اتنين واحد عليه عرض وواحد لا ده بتسعة وستين جنيه اللي لونه بينك فاتح ده روس كده في عليه تخفضات تمام زيب للزرعة وبعاكد تستعملها تستعملها سكرية المهم التانية بقى بكام بتسعة وتسعين جنيه طب ليه مش عارفة اللون مختلف بس لون الشمع مختلف ورحت الشمع طبعا مختلفة عنده بقى تبلوهات كتير اشكال والوان الصغير والكبير والغالي والرخيص بس تبلوهاته كتير قوي الرف ده برضو حلوة قوي في منه الخشبي وفي منه الاسود بتحطيه بقى كده ممكن تحطيه مسلا في المطبخ ممكن تحطيه في اي غرفة من الغرف وتحطيه بقى عليه حاجات ديكورات حلوة قوي ده بتسعة واربعين جنيه البرواز ده شوية منبهات بقى كيوت قوي بصوا جمال جدا منتين تسعة سبعين تقريبا اه منتين ده تلتمية مي جنيه اه هما كاديكور مش كان يا زحيك الصبح يعني كاديكور حلوين قوي شكلهم كده قيم وفيه الساعة دي بمي جنيه تقريبا اه الساعة الشهيرة بتاعته ده الرف اللي بقول لكم عليه في منه الابيض والخشبي والاسود حلوة قوي برضو بمية تسعة وعشرين ما كان شغالي تحطي بقى عليه آآ البراويز بتاعتك تحطي عليه تحف تحطي حاجات في المطبخ آآ بهراتك اي حاجة بس برضو حلو جدا وآآ ظريف قوي وسعره كمان حلو البرواز ده بتسعة وتلاتين جنيه آآ عجبني وحلو برضو وشكله يعني ظريف برح بقى كانت جو برد فتقريبا كده ايه يعني انتو عارفين يعني تغيير الجو ده بقى اربعة في بعض بصوا الرف هو حلو ازاي خشبي شايفين شكله حلو قوي دول بقى المشترك الاتنين فاكرين اللي انا جبتهم على فكرة والله انا جبتهم من هيو بس نفس السعر او ارخص في حاجات كثيرة هيو بس بصراحة وبامانة هتشوفوها ساق اسعاره مش آآ مش عالية انا قلت هلاقيه هنا ارخص لقيته هو او نفسه او ارخص آآ كان بمية وتسعين جنيه او مية وتمانين جنيه لاتنين بصوا بقى دي الابجرات عاملين آآ تخفيض على اللون دي مية تسعة وسبعين اللي هي الزرقة والصفرة تمام في بقى لون بنك كده ده اكتر لون عجبني ومعمول عليه عرض هتشوفو دلوقتي كده فاكرين ده مية تسعة وسبعين اللي اتنين دول تمام اللون التاني بقى مية تسعة وعشرين لأ دول لسه مية تسعة وسبعين ده اللون ده بنات الحلو ده بمية تسعة وعشرين فرق برضو الالوان عاملين تخفيض على اللون ده والتانيين لأ انتو عارفين اهو اهو شايفين آآ 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 بيعمل على الالوان في حاجات او حاجات لأ فرق بس الالوان ودي حلوة جدا اللي حابب يروح يجيبها دي طبعا ظريفة للمكتب اللي ابنك هو بيزاكر كده مية تسعة وخمسين جنيه عليها عرض برضو دول بقى آآ آآ للدواليب لو عايزة حاجات للدواليب حاجات كده واسعارهم آآ كويسة بالنسبة اللي هم خميتهم حلوة خميتهم وفي درج من تحت وكده تحط بقى فيهم حكتك تطبقي حكت الولاد لو عندك ما عندكيش مساحات وكده ده اللي غالي شوية مية تسعة وعشرين بيتفتح كده بسكوتش وتحط في حكتك بقى من جوة يعني افكار كتير للترتيب يعني الدواليب بصوا ده اللي بتحط فيه الشنط ده طالع منه يعني آآ تقليد هو ميتين وخمسين بتاع ايكيا نفسه طالع منه التقليد رخيص بس الخامة مختلفة تماما انا شفت ده وشفت ده ده بتلتمية تسعة وسبعين بصوا وتحطوا بقى تحطوا جوة الدولاب تعلقوا جوة الدولاب نفسه في اللي هي الرول الخشب ده وترتبي فيه البسكت ده الاسود والابيض بتسعة واربعين لأ صاري تسعة وعشرين جنيه وده بسكت كده معدن شبك برضو للتنظيم تحملي فيه برضو تنظمي فيه اي حاجة البسكت الضخم ده عجبني قوي بس يتحط فين ما عرفش وسعره عالي اربعمية تسعة وسبعين طبعا دي الشهيرة بتسعة واربعين جنيه اللي هي الاتنين الفرشة والجروف دي فرش جديدة طالعة تعريب مية تسعة وعشرين سواني كده لا هي مش دي بمية تسعة وعشرين مية وحاجة يعني فرشتين مع بعض للتنظيف برضو سمعت اللي هي كويسة بس ما جبتش منها يعني نزل بقى الفوت دي الفوت دي بتاعت التنظيف اربعة تسعة واربعين جنيه ما جبتش منهم لان انا عندي كمية فوت لا تعد ولا تحصى 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 عشان ما جيش تقول اسمها تحصى لا تعد ولا تحصى فالاربع فوت دول بتسعة واربعين جنيه خامتهم ايه مايكروفايبر حلوة خامتهم حلوة بس انا بصراحة يعني ما عندي يعني فقلت لأ احترم نفسي مش كل حاجة كده ما اجيبها هجيبي الضروري بس خليك كده اتعودك جيبي الضروري بصي بقى كمان ده عجبني قوي قوي كده شكله كده ايه البتاع القديم كده الرفوف القديمة تحطي فيها بقى ايه البهرات اي حاجة عجبني قوي شكله جميل ده بتسعة واربعين جنيه عندي منه حامل الموبايل حلو قوي عملي جدا يا بنات مش كل شوية فضاي تمساكي الموبايل ده بكم استنوا كده بتسعة وتبانين الباسكت ده بتسعة وسبعين جنيه بس من غير الغطى الغطى لتمن والباسكت لتمن ده تحطي فيه كده برضو حاجتك طلع بقى دول جداد دول بلاستيك احجام للتنظيم برضو من اول اتناشر جنيه الصغير ورقوي ده اللي فوق ده حتشوفوه دلوقتي باتناشر جنيه اتناشر بقى وسبعتاشر وتمنتاشر بصوا اهو ده تسعتاشر اللي جانبه الصغير باتناشر ده بكام مش مكتوب يعني الحدود دي سنوا كده اه خمسة وعشرين والاكبر والاكبر يعني بصوا ده للتنظيم برضو حطيتيه عندك في الدرج حطيتيه في الكوافز بتاعتك حطيتيه بتاعتك حطيتيه في الحمام اي حاجة حطيتي فيه الادوات التنظيف بس مكنش غالين مش غالين وآآ حلوين يعني خامتهم حلوة دي حلوة قوي ايه ده لنست اجيبها دي بتاعت الفرش فرش الاسنان افتكرت دلوقتي فرش الاسنان ودي بتاعت دي اللي هي بالضغط كده زي اللي عندي اللي ورتهولكو قبل كده تحطي فيها فرش الاسنان وفيه كمان للصابون ودي كمان كده برضو بالضغط مية تسعة وعشرين وبتاع فرش الاسنان تقريب مية تسعة واربعين فحلوين قوي برضو دي طبعا اللي هي زي الشال كده او بيتحط كده على في تتغطي به كده وانت قاعدة كده في في ندخل بقى لتوقات المنزلية ده بقى عليه عرض حلوة قوي تسعة وستين جنيه آآ بصوا حجمه اللي هو الحلوة يعني حجمه حل وطبعا البايركس بتاعه حلوة برضو بصوا بقى الجديد آآ عامل برضو تصات جديدة خامتها حلوة قوي وطبعا مقاسات واحجام واشكال واسعار بصوا دي الصغنانة خالص اللي انا مسكتها كانت مية تسعة وستين لأ آآ مية وحاجة ده اللي هو الماسك اللي بت مية تسعة وتسعين بميتين جنيه الصغير اصغر حجم بميتين جنيه بس خامتها طحفة دي بميتين تسعة وتسعين يعني تلتمية جنيه كل طول ما انت بقى طلعة في الحجم كل ما بيكون اغلى وفي كمان دي جديدة اللي هي بتطلعي بيها بقى والحاجات بقى التفال والحاجات دي بمية تسعة وستين دي بخمسمائة جنيه الطاصة دي بس تمسكيها ما تقدرش تمسكيها بصراحة يعني الخامة طحفة طبعا تقم البهارات الشهيط تسعة وتمانين جنيه دي بمتين تسعة وسبعين الكاترول دي في بقى احجام منها برضو خامتهم حلوة يعني اللي عايزة برضو تجيب حاجات ومتين تسعة وسبعين دي دي تحفة كانت بخمسمائة جنيه اللي بالغطى دي ما تقدرش تمسكيها الغطيون بقى انا عندي منهم هم نزلوا مقاس تاني هم تلات مقاسات مية تسعة وسبعين ومية تسعة وتمانين تقريبا هم تلات مقاسات يا بنات عمليين جدا عندكو انا جايبها للوقات عندي ما فياش غطيون حلوة قوي دي بخمسمائة جنيه دي خامتها عارفين اللي هي المعدن زي الزينجو بتاع زمان ده بس خامتها حلوة خامتها حلوة دي آآ البهارات طقم البهارات بصوا هو بكم بتسعة وسبعين جنيه انا جايبها من عندها هي وبس الاسبوع اللي فات بخمسة وستين جنيه وصورت لكم الفيديو بصراحة الحق الحق يقول لو في حاجة غالية هقولك وهي اغلى دي متين تسعة وعشرين المصفة دي انا جبتها بمية جنيه حلوة جدا جدا مش لازم تجيبي الغالية دي بمية بس بصراحة حلوة مش بتصدي ولا حاجة وفتحتها حلوة ده كمان ماسك للشاوي بس تقريبا ما عرفتش سعره دي مية تسعة وستين جنيه اللي انت بتطلعي بيها دي من الحاجات عشان ما تتخدش حلوة برضو بصوا ما لقيتش الطقم آآ اللي هو ده الجري ده كله لقيت بالواحدة بتسعة وتلاتين جنيه بس الطقم بقى ارخص الطقم كان بمية وتلاتين حاجة زي كده بس ما لقيتهوش والمعلقة برضو بتسعة وتلاتين جنيه الخشب عامل كل حاجة فرضواني مفيش الطقم قالولي حينزل يعني اللي حابب قالولي حينزل دول بتوع الكوكيز والطارت طقم يعني بمية جنيه اللي بحب يعمل الطعاط يعني اللي اتنين دول حلوين برضو انا بحب الاسباتيولات تبقى صغيرة مية تسعة وعشرين عشان انتي لو انتي بتعملي في حلة صغنونة او كسرولة صغنونة كده كبيرة بتقع ودي الاسباتيولة العادية اللي هي المعتادة يعني بتسعة وعشرين ودي جديدة بس ديها بلاستيك دي برضو زي التانية ديها بلاستيك مش خشب فرشة صغنونة كده حلوة بتسعة وستين جنيه الفرشة عنده كمان حجمين من السيليكون اهم اللي بيتحطوا على الصواني حجم صغير بمية جنيه والتاني بميتين وكم تسعة وحاجة ده الكبير ده الحجم الكبير دول بتوع الكوكيز يعني اللي انتي بتصري بتوع الكوكيز او بتوع الكفتة دول المضارب مية تسعة وستين ومية تسعة وستعين اللي هو والستلس والسيليكون بمية تسعة وستين. السيليكون حلوة جدا. المبشرة بتسعة وسبعين جنيه. انا كنت جايباها من هي و بس بسبعين جنيه. صراحة يعني. المداء انا لسه جايباها من عند هي و بس هو عنده اغلى. بس اغلب كام? انا برح شفته بس انسيت اصور السعر. هو عنده اغلى من هي و بس. انا جايباها من هي و بس بمية وعشرين جنيه. المبشرة دي اللي هي مبشرة بقى اللي هي بتاعت الجبنة. ودي اطاعة الخضور. الطاجن ده الاتنين طاجن ده عجبني قوي. مية تسعة وستين. السيليكون بقى اللي متغطي بيه ده طاقم اتنين حاجة هيجي لكم دلوقتي ليه حلوة جدا جدا. بصوا دي المطحنة للفلفل اسود. وقطعت البيت بخمسين جنيه. المطحنة بمية جنيه. الاتنين ملاحات بمية جنيه. بصوا هي مش كل الحاجة عليه عروض. يعني في حاجات عليه عروض وحاجات لا. العصارة بمية تسعة وعشرين. قطعتوا التفاح بتسعة وخمسين جنيه. هايلة حلوة جدا اللي بيحب يقطع التفاح هي عنده حلوة قوي. دي بقى فاكرين العصفورة اللي كنتم صورها لكم قبل كده دي بقى دي كبيرة يعني عصفورة كبيرة بحاجة وسبعين خمسة وسبعين. دي اللي بتحطي بتنزلي منها الحاجة من الحلل ولو في حاجة لازقة فيه هكده عشان ما تدخدش. حلوة قوي برضو. بخمستاشر جنيه الفوطة. دي مفروض اللي هي تنشيف الاطباق يعني. بخمستاشر جنيه. ده الفرشة. تسعة وعشرين جنيه. اللي هي بتلزق على الحوت. عندي منهم حلوين او ما بيبوزوش بصراحة. دي بقى اللي هي المطباقية. اللي بتتفرد وبعاكده يعني تدخل جوا بعض كده وتشليها. تتني كده بتلتمية جنيه. ودول بقى حاجة جديدة برضو. للاطباق. بس انا مش عارفة ليه ما صورتهمش كويس. دي بتسعة وستين جنيه. الشهيرة بتاعته البلاستيك. حلوة وخمتها حلوة جدا برضو. للي حابب يجيبها. والطباق بتاعها بتسعة وسبعين جنيه. دي بتاعت التنشيف. تنشيف الاطباق تسعة وتمانين. عنده بقى كمية سكاكين اشكال واحجام. فبرضو آآ هتشوفوا اسعارها اهي دلوقتي. حسب المقاس. حسب مقاس السكينة. ودي برد صغنانة كده. انا عندي برضو منها حلوة بتسعة وتلاتين جنيه. والتلاتة في بعض حلوين برضو. الادان قدل بس مش هينفع افصل لاني بسجل الصوت خارجيه. للاسف. بتسعة وتسعين جنيه. دي بتاعت الاطباق الخشب بتحطيها كده او تنظمي فيها الاطباق. هي اكتر يعني حلوة قوي. دول الاتنين بورد. بتسعة واربعين جنيه. خمسين جنيه. انا عندي منهم حلوين برضو يا بنات. حلوين جدا وبيعودوا بيعيشوا معاك يعني. طبعا بقى الحاجات الخشب ندخل عليها آآ حلوة بس اسعارها عالية. ما قولكوش بقى اللي اسعارها آآ كده لا اسعارها عالية. انا صورت لكم تقمى البهارات وقلت لكم على ثمنه. طبعا دول آآ دي ربعمية جنيه. حلوين جدا. ربعمية وتلتمية. بس جدا تلتمية الصغنان اصغر مقاس وانتي طلعة بقى وربعمية وخمسمية. دي القطاع الصغيرة دي بتسعة وتسعين. دي هايلة يا بنات عندي منها بمية جنيه. بتنظم لك الحوت بقى. آآ تحطي بقى المنظف بتاعك الفرش اي حاجة سبونشات حلوة قوي. دي نازل عليها عرض بدل مية تسعة وعشرين بمية. طبعا الاستلس دي الكبيرة. مية تسعة واربعين جنيه. نشفت اللي هي بتنشف الخضار بمية تسعة وعشرين بتحطي فيها الخضار بتاعك. آآ جرجير خاصة اي حاجة وتلف فيها كده بتنشف معاكي. سعرها حل. دي صنية كده خشب. ما لقيتش سعرها للأسف. ودي اللي هي الدورة. كنتم صورها لكم قبل كده. ما لقيتش سعرهم من الاتنين تقريبا هي بتلتمية اي حاجة اللي هي الدورة. دي آآ اللي هي بتآ يعني صنية عشا تتحط على السرير كده وانت بتاكلي. ودي برضو صغير. بصوا الخشب دول انا ما عرفت اش اجيب اسعارهم وبعد كده نسيت بصراحة لانا اسأل عليهم. دي عجبتني قوي زريفة. كل الخشب عنده حل جدا. دي مية تسعة وسبعين دي. الصنية دي تلتمية وخمسين جنيه. دي شهيرة طبعا عنده في منها اللون اللي هو واللون البوادروز ده او آآ كاشمير. تسعة وتسعين الازازة دي. دي ازاز وغطاها بلاستيك. هتلاقوا دلوقتي حاجة تانية برضو شكل تاني. بس دي ازاز وغطاها بلاستيك. البرات ده بتلتمية جنيه. بصوا طبعا انا مخدتش كل حاجة لاني انا كنت تعبت جدا. ده بتسعة وخمسين جنيه. اه المجل الصغنون ده زي القهوة العربي كده بتسعتاشر جنيه. تسعة وسبعين جنيه والصغيرة والكبيرة بمية تسعة وعشرين تقريبا. اه ده بتسعة وخمسين جنيه. البرتمان الصغنان ده. التلاتة مع بعض دول اهم مية وتسعتاشر. دول اللي حفز الطعام. انا سألت بيدخل الفرن ولا اقالي لا. مية تسعة وسبعين. ودي برضو مية تسعة وسبعين. ما بيدخلش الفرن. ده بس كده تشلي فيه الطعام. ده مية تسعة وعشرين. بالغطى. اللي من غير غطى ده. بمية تسعة وسبعين. مية تسعة وعبعين. مش مية تسعة وسبعين. ده برضو اللي بتحطي عليه السخن الكستر كده. زغنن. والتلات علب مع بعض دول. حلوين. بالغطى بتاعهم. دول بالغطى. ده بمية تسعة وسبعين. اتنين كطعة. وطبعا الخليبسات بتاعت الاكياس طبعا عمرنا ما ننساها. وده اللي هو واحد كده. انا ما جربتش ده بصراحة. بس دول بتسعة وثلاثين جديه. لازم تكون عندك لازم دي رهيبة يعني. وطبعا عامل اطباق بقى جديدة اربعة في بعض كده كل يعني كل مأسات كله اربعة يعني تقموا اربعة مع بعض. ايه احجام. واسعار. زي ما انتم شايفين اهو. البولات بقى صغيرة وبولات كبيرة. اطباق مسطحة. اطباق غويتة. يعني عامل جديد كده شايفين? الاطباق عنده حلوة جدا. اشكالها بجد حلوة. لو بتجهزي بقت عالي هاتي اه حاجات حلوة قوي. وده طبعا الطعم الشهير. كان بألف اه مش ملحقتش والله الف وحاجة. وده الخشب طبعا كل المأسات بتاعته اهي. ارخص حاجة لماسك ده وما عجبنيش. الصناية البلاستيك دي. معمول عليها عرض. كانت تقريب خمسة وتلاتين. تسعة واربعين. ايه خمسة وتلاتين? تسعة واربعين. معلش انا الحاجات كانت كتير قوي. الموجه ده حلو جدا بتسعة وخمسين جنيه كبير كده. شوب كده. تشيلي فيها في لبن. تشيلي في اي عصير في التلاجة حلوة قوي. البرطمان الكبير ده تلتمية تسعة وتسعين ربعمين جنيه. بالحنفية بتاعته. بتسعة وتلاتين جنيه. اللي هي بتاعت البهراء التوابل تحطي فيها التوابل بتحطيها كده او الاعشاب. حلوة قوي برضو. وطبعا دي اللي هي بتاع الحامل معروفة عارفينها يعني بتسعتاشر جنيه. والعيلة بالشهيرة نازل عليها عرض بتتسعين جنيه. تسعين ايه? مية جنيه. ما عليش يعزروني والله يا مراهقة جدا. الاورنج والاخدر. وده بتسع وسبعين جنيه. المنخل. والازازة دي اللي غطاها في ال. بمية تسعة وعشرين. يارب يكون عجبكم الفيديو. يارب يكونوا استمتعته. واعتنسوني باللايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. باي باي. دول طحفة قوي برضو. حالوين قوي عجبوني. ممتين وتلتمية. ممتين وتلتمية. ممتين وتلتمية. شكرا